شكرا سمر نبدأ الصحف من الأخبار وما كتبته الفرنسيون ينسحبون من سوسيتي جنيرال أصدر بانك سوسيتي جنيرال في فرنسا النتائج المالية عن عام 2019 وهي تضمنت شطبا لكامل قيمة حصته في رأس مال سوسيتي جنيرال بانك في لبنان البالغ 16.8% من مجموعة الأسهم والمقدرة قيمتها بنحو 158 مليون يورو وهذا الشطب بحسب ما ورد في التقرير ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفرا وفقا لحساب الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرسمي لهذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفي بإلغاء المداخل الصافية من هذه المساهمة في المصرف اللبناني بل ألغى أيضا كل رأس المال الموظف في هذا المصرف المصنف متعثرا وقالت مصادر مطلعة أن الجانب الفرنسي أعرب لنظرائه اللبنانيين عن امتعاضه من طريقة إدارة الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها المصرف في لبنان والخارج خصوصا اكتتاب المصرف ورئيسه أنتوان صحناوي بنسبة عالية من أسهم شركة سوليدار المتعثرة أصلا إضافة إلى مساهمات غير فعالة في مؤسسات عقارية ومالية في لبنان والعالم وحذرت مصادر مصرفية من أن الخطوة الفرنسية ستضعف الثقة بالمصرف اللبناني وستدفع شركاء المصرف في عدد من دول العالم إلى التصرف بحذر من الآن فصاعدا ما سينعكس سلبا على وضعه واستشائعات عن عمليات نقل للودائع عمليات نقل للودائع من المصرف المذكور إلى مصارف أخرى في لبنان قد يكون تقول الأخبار هذا هو الظهور الأول لأزمة دوابان رسمي للمصارف في لبنان إلا أنه لا يتوقع أن يكون الأخير إذ أن هناك الكثير من المساهمات الأجنبية في المصارف اللبنانية التي سيكون مفروضا عليها أن تأخذ في الاعتبار الخسائر التي سجلتها المصارف اللبنانية في عام 2019 تفاصيل كثيرة أوردتها الأخبار ولكن لابد من الإشارة إلى أن بانكس سيت جنرال نفى هذه المعلومات في بيان صباح اليوم الشرق الأوسط كتبت رياض سليمي يتوقع تحسن الوضع الاقتصادي مع منتصف السنة قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سليمي أن المشكلة في لبنان ليست اقتصادية مالية إنما هي ذات خلفيات سياسية داخلية وخارجية وعبر عن اعتقادها أنه من الآن وحتى شهر حزيران يونيو المقبل سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتحا في لبنان جاء كلام سليمي خلال لقائه تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم حيث كان عرضا للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان ومدى عكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية وتجارية مع العالم حاكم مصرف لبنان قال إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة ترك الدولار حرا في ظل عجز الدولة وإذا لم يصلح عجز المواز الميزانية فأنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع عمل القطاع الخاص فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية من هنا يمكن القول أنه يوجد كلفة لكنها تعالج بتصحيح العجز علما بأنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة وأكد سليمي أن المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية مالية إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضرة مسبقا داخليا وأقليميا ودوليا إذ أن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يصبح لدينا عملات أجنبية لسيما في القطاع المصرفي بغية أحياء قطاعي التجارة والصناعة وأضاف نأمل في خلال ثلاث إلى خمس أسابيع بأن نضع آلية معينة تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف مشيرا إلى أن الأزمة الحالية هي بمثابة خبطة كبيرة حلت في ظل ظروف متشنجة عنها المنطقة علما بأن المقصود من خلال هذه المشكلة هو هز الهيكل لكن الهيكل قطع المرحلة الخطيرة إلى الجمهورية والمعشات التي من ضمنها كتبت الجمهورية في ملف الأموال المهربة التي خرجت من المصارف في بعد 17 شنين الأول كشف رئيس لجنة الرقبة على المصارف سامير حمود أن ما ورد من معلومات عن أن التحويلات بمبلغ 2.3 مليار دولار تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة وأوضح أن المعلومات التي لدينا تؤكد أن المصارف كلها وليس خمسة منها فقط حولت ما يقارب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 شنين لأول 2019 حتى 10 كانون التاني 2020 وتم سحبها من المصارف اللبنانية كافة وقال حمود أن لجنة الرقابة على المصارف على علم بالمبالغ الإجمالية التي تم تحويلها إلى سويسرا لكن لا يحق للجنة للجنة قانونا معرفة أصحابها بالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق بالنسبة إلى جلسة الثقة كتبت الجمهورية الحراك الشعبي بحسب معلومات الجمهورية استبق هذه الجلسة بالدخول فيما يشبخ خلايا أزمة تعقدها مكونات الحراك فيما بينها وبين بعضها البعض لمواجهة الجلسة بموصفة بحراك صادم يكون صوته أعلى بكثير من المدخلات النيابية داخل القاعة العامة لمجلس النواب بحسب المعلومات فأن الاجتماعات التنسيقية التي تعقد تقترن بدعوات متتالية لأكبر حجد ممكن يواكب انعقاد الجلسة على أن تكون نقطة الالتقاء في وسط بيروت على الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب مع تجمعات موازية تعيق حركة السير في مداخل العاصمة لسيما وسط الأوتوسترادات الرئيسية تشير المعلومات إلى أن هذه التحضيرات استدعت اتصالات مكثفة في الساعات الماضية بين الجهات المعنية بالجلسة والجهات العسكرية والأمنية سعيا إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية وتأمين حماية الجلسة في ساحة النجم والطرقات المؤدية إليها وتأمين سلامة النواب ووصولهم إلى المجلس خصوصا بعد ورود معلومات عن وجود نيات جدية لدى مكونات الحراك لمنع وصول النواب إلى جلسة الثقة حتى لو تطلب الأمر وحصرتهم في منازلهم إلى اللواء والموشات التي كشفت مصادر ديبلوماسية لها أن لقاء الرئيس الدياب مع سفراء المجموعة الأوروبية تركز على طلب تسريع دول المجموعة مد يد المساعدة للبنان لتمكينه من تجاوز الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها من خلال تنفيذ قرارات مؤتمر سادر وغيرها لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيين وقد حصر رئيس الحكومة بأسئلة محرجة لسيما فيما يتعلق منها بغياب خطة تلحظ إجراءات إصلاحية فعلية في مؤسسات الدولة كافة لسيما منها في قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيين الهيئات النظمة وأليات المراقبة وتخفيض كلفة الإدارات والقطاعات الرسمية والدولة ككل وغيرها من الضوابط التي تضمنها مؤتمر سادر وأشرت المصادر إلى أن الأسئلة والاستفسارات تركزت على الأسباب التي حالت دون تضمين الموازنة سلة الإصلاحات المطلوبة كي تشكل حافزا مساعدا للتجاوب مع مطالب الحكومة الجديدة بالمساعدة وقد لوحضا أن ردود رئيس الحكومة بمجملها كانت عامة وغير مقنعة لسيما في موضوع الإصلاحات والكهرباء الختام مع الراي الكويتية حيث قالت أن لبنان يستعد لأسبوع حافل يكتمل معه النصاب الدستوري لحكومة الرئيس حسان دياب بنيلها ثقة البرلمان الذي تمثل أمامه أثلثاء والأربعاء قبل يومين من موعد ذكرى 15 لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري تحرص أوساط واسعة الاطلاع في بيروت على التأكيد عبر الراي أنه من غير الممكن فصل المرحلة الأخطر التي بلغها لبنان حاليا عن لحظة 14 شباط 2005 وشط بالحريري في تطور تجاوز كل الخطوط الحمر الدولية وتقول الرئيس الكويتية يضغط حزب الله لضمان عدم خروج الحكومة بثقة هزيلة عبر حض حلفاء له على منح الثقة رغم اعتراضاتهم على طريقة تأريف الحكومة أو عدم تلبية شروطهم للمشاركة فيها مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي علم أن حزب الله سجل استياء كبيرا منه على خلفية تعطيه مع مسار التشكيل بهذا نأتي إلى ختم جولتنا على الصحف فاصل أعلاني نعود بعده إلى الحدث وسمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر